اتعرف بيك ناصر شافي عبد المسيح عبد الشهيد مالك قدي في امريكا انا من سنة 1992 1992 اخر مرة نزلت في مصر انا نزلت اخر مرة تقريباً 2014-2015 بس هي ان شاء الله باذن الله هنزل السنة الجاية بس طبعاً بتابع بالاصدقاء والحبايب والفترة دي انا ما نزلتش علشان لان اهل امراتي كلهم جم فبال لما يستقروا ويعيشوا ويعملوا فكلهم جم يعني تقريباً بس انا لها اصدقائي ان شاء الله باذن الله هنزل السنة الجاية انا بكلمك على مصر الحلوة مصر اللي جوه قلبك مصر اللي شافت ايام صعبة انت شايف مصر ازاي دلوقتي انا الصراحة بشوفها بتتقدم احسن هي طبعاً من بعد ما ساكها الرئيس السيسي ابتدت الخطوات تبان بيبقى فيه امن طبعاً اه بنشوف عملات ارهابية وحاجات مندي برضو لكن برضو فيه اه فيه في تطور في تطور في الطرق في تطور في الزراعة في تطور في كل حاجة احنا بنشوف الصراحة هو بيعمل حاجات كتيرة اه يعني احنا ممكن فيه بعض الناس مش لمساها قوي بس هي بديت هتبقى المراحل متقدمة يعني للاولات هتبقى مراحل متقدمة قوي خصوان هو قال ان احنا في مرحلة البناء يعني احنا فساد سنين طويلة مش هيتبني في يوم وليلة هو كمان كان صريح في الحتة دي من البداية قال الايام اللي جاية ايام البناء هتكون ايام صعبة وكل واحد دايماً في الاول لما حاجة اول واحد بيعمل حاجة بيعمل خطوة بخطوة يعني هي العملية العمرة ما تبدينيش في يوم وليلة يعني وبنشوف الدنيا دلوقتي بقت استقارة الامن احسن من الاول بمراحل يعني احنا لسه شايفين من قمة شهرين ثلاثة الدورة الامم الافريقية عندنا في مصر يعني شوف انت تشوف كم مشجع دخل الاستاد ورغم ان مصر خرجت من الادوار البداية لكن ما زالت الناس كانت بتروح ما فيش اي مشكلة فيش اي مشكلة خالص وما زلنا بنتابع ماتشوت الان وبرضه ما فيش مشكلة الامن ما سكها كويس اتكلمنا عن ملف زي ملف الزراعة واحنا خدنا مشكلة كبيرة في موضوع الزراعة ايام الفساد وايام المبيدات المسرطنة انا بتكلم على الزراعة من وجهة نظر حضرتك هو صراحة انا ما عنديش خبرة كويسة في الزراعة لان انا سبت مصر من 92 فما عنديش يعني خالفيات بس انا بسمع بتابع في الصحف او في الايام اللي هي اليوم السابع والحاجات ديات بلاقي يعني ان هو بيبقى فيه تطور وفيه انتاج حيواني واراضي زراعية استصلاح وتمليك لشباب يعني ده يعني هو بيدي الشباب اراديو بيصلاحها لهم وبيديها لهم ويعني اتباها حلوة وابداية لكل شاب يعني بدل لما هو بيقعد عالبيت في البيت او على قهوة وبيع ويصر ويضيع وقته يعني بينتج وبينتج لمصر برضه عايزين كلمة حب اللي ساد رئيس هفتاح السيد تحبي تقوله ايه انا معايا قلبا وقالبا لان هو الراجل الصراحة بيكلم بشفافية عميقة وبعدين عنده يعني طريقة الالقاء بتاعته كويسة ممتازة وبيسمع لكل واحد يعني سمعنا في بعض المؤتمرات في ناس بتعترض او مثلا مش عارفين بتعترض لكن اعترض باحترام وبزوء وبادب وهنسمع لك لما هو بيسمع له بيرد عليه وبيقول رد عليه بالصراحة فانا انا صراحة معاه وربنا يقف في ظهره واحنا كلنا مسندين وهنا تقريبا انا بعشقه هذا الراجل بعشقه لاني انا بحس انه هو بيغير مصر تلتمية وستين درجة اتعرف بيكي صارة مرقص بليك قديمة وجودة في امريكا واحد وعشرين سنة واخر مرة نزلت مصر امتى الصيف اللي فات ده علطة الصيف اللي احنا فيه بالضبط الفين وتسعتاشر نزلت مصر تمانية وعشرين ستة الفين وتسعتاشر جيت سابعة تمانية الفين وتسعتاشر طيب قوليلي لما انزلت مصر عادت قوليلي ايه اللي شفتي في مصر مصر بلدك اللي انت بقالك فترة بعيد عنها وانزلت بعد فترة كمان مش قليلة ايه اللي حصل في مصر ويهي التغيرات اللي انت شفتي انا دي ما كانش الصيف الوحيد اللي انا نزلت فيه مصر نزلت الصيف اللي فات واللي عابله بس قبل كده عادت فترة طويلة ما كنتش نزلت لكن طبعا في حاجات جميلة جدا 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 ومدن جديدة كتير قوي قوي البلد بدأت بتنضف واتبسطنا جدا فيه طرق كتير جديدة وطريق مصر اسكندرية طرق وسعة فيه البوابات لاحزنا لما روحنا برضك الضيورة او فوسح الغرداء او شرم الشيخ لقينا ان الطرق اختلفت تماما كنت يعني مندهشة ونفس البوابات اللي اتعملت شبه بوابات هنا امريكا كتير ومع جمالي اكتر انه حطين الفراعنة في المداخل وحاجات جميلة قوي قوي يعني كنا منبهرين بصراحة بالتغير اللي حصل في مصر مبارح طبعا على السوشيا ميدي او الفيسبوك كان في بعض الشائعات اللي بتقول ان مصر فيها مشاكل انزل عنون زهرات ان فيه انقلاب تقبلت هذه الشائعات ازاي لا انا طبعا ببقى عارفة ان فيه شعاعات كتيرة وفيه حاجات كتيرة يعني بيبقى في مصر تعتبر من زمان بلد متهضة لانها جميلة وموقحها حلو وجواها حلو فيمكن ده بيصير عليها حاجات كتير لكن طبعا مش بنصدق الشائعات دي لان مصر في عز مكانة وقعة شعبها وقف وقفة حلوة قوي والناس كان فيه حب وتكاتف رغم ان ما كانش في وقت من الاوقات رئيس فانا واسكى ان مصر ما حدش هيقدر عليها وان ده كله شائعات وحاجات يعني احنا مش بنصدقها قلت ليك تقولي كلمة للشباب اللي بتشوفنا دلوقتي وبتقولهم خل بالكم على مصر ياريت ياريت كل الشباب فعلا فعلا المصريين يحبوا بلدهم ويخافوا عليها ويخل بالهم منها انا طبعا هنا من 21 سنة في امريكا او بقى احب امريكا وكل حاجة وشعبها ونص طيبين لكن برضك لما بنزل مصر مش عايز اقول لكم يعني بتاخد عقلي ونفس الهوى اللي بشومه بيختلف ودي من خبرة ناس عاشت برا البلد بتاعتها مش انا بس كل المصريين اللي بقعد معهم هنا بيقولوا نفس الكلام وكلنا فعلا بنحب بلدنا او حسينا بكده لما طلعنا منها لكن خافوا عليها حبوها نظفوها يعني احترموها حاولوا تعملوا حاجات حلوة تنهض بالبلد احنا مش ما ننتقدش مصر انا فاكرة وانا طفلة كنت انزل كنت عايشة يعني في بلد صغيرة كنت بنزل ما كانش الشارع متسافلت كنت بكنسو وبرشو بالمية وافرح قوي قوي ان انا نظفت الشارع اللي انا عايشة فيه خليل كلمة الحب لسادة الرئيس هتو حب تقول له ايه السيسي انا شخصية رائعة جدا جدا وانا بحبه جدا 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 وبشكره على كل مجهوده اللي عامله وعلى الكرة السياحية الكتير والطرق والجمال والتغيير الكبير كبير في مصر بنحبك يا سيسي واحنا بنعددك واحنا معاك وحواليك وبنصليلك ان ربنا يكون معاك وانا بشكر العدل اللي انت عامله بين المسلم وبين المسيحي وانك مش بتفرق وانك عايز تبني بلدك من جديد وبتغير عليها وبتحبها واحنا حاسينا ده فيك جدا جدا ومبسوطين من السياسة بتاعتك وده حاجة يعني رائعة وعايزين مصر ترجع زي زمان وانا عارفة انك انت عايز ترجع مصر زي زمان وانك ضد اي فكر بيهدم بلدنا وبشكرك جدا وبنحبك متحة يا عقوب حاجة بقى لك قديم موجود هنا في امريكا من 1997 الوقت تقولوا حاجة بتنزل مصر ولا لقامة كاملة هنا في امريكا في الحياة يعني زيارات كده سريعة خطيفة اخر مرة كنت في مصر من حوالي مثلا سبع سنين تمان سنين تقريبا بس حالك اكيد ليك اهلك في مصر ليك اصحابك مصر كمان جوه قلبك اكيد اكيد طبعا يعني مصر فيها لينا فيها ذكريات عظيمة جدا ومصر بلدنا ما ننساهاش تعلمنا فيها وعشنا فيها كانت فترة الصبع والطفولة والشباب وكل يعني انجازات الواحد في فترة الشباب كانت كانت في مصر يعني مصر يعني جزء مننا وجزء من حياتنا وتراثنا ونفخر بيها ونعتز بيها دايما في كل مكان خلينا نتكلم مع بعض عن قصة الشائعات لوقتي في حرب ممنهجة من الداخل والخارج على مصر ناس كتيرة عايزة مصر تسقط واخر هذه الشائعات كانت مبارح لما كانت فيه ناس بتدعو على صفحات الفيسبوك على ان تكون فيه ثورة وفي انقلاب وما شبه ذلك نتكلم ايه عن الشائعات والارهاب اللي داخل مصر وخارجها في الحقيقة يعني موضوع الشائعات ده موضوع يعني احنا مش مفروض نتكلم فيه كتير لان بمجرد ما اقول فيه شائعة بتقول كذا 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 انا بنفسي دلوقتي بروج لهذه الشائعة من غير محس من غير مشعور لكن هي قلة قليلة يعني بالفعل هي قلة قليلة يعني احنا بنشوف يعني على قد ما بنسأل على مصر ونتفرج على مصر في القنوات الفضائية المختلفة برضو احيانا يعني بيتنامى الى اسمعنا بعض القنوات التانية المضادة القنوات المأجورة القنوات اللي كل همها ان هي يعني تخلت نجد مصر داون يعني يعني هذه القنوات يعني الحقيقة لابد ان احنا يكون لنا لها معاها دور ايجابي يعني دور يعني نقمعها يعني لا يجب ان احنا نطرق هذه القنوات تتكلم بهذه الطريقة على مستوى الميديا على مستوى العالم كله فانا عاوز اقول ان احنا بنسمع من القنوات دي احيانا ان فيه ثورة ولا فيه اعتراض او فيه دعوات للنزول الى الشارع ولكنها كلها حاجات ضعيفة يعني حاجات ليست من القوة اللي تخلينا احنا ننزعج ليست من القوة اللي تخلينا احنا نتأثر بيها على الرغم احنا لابد نحطها في الاعتبار لكن علشان اشوف عدد افراد نازلين الى الميدان نتيجة هذه الدعوة ان هم ينزلوا وهم برضو يعملوا اعلانات ويعملوا يتكبروا الموضوع لكن الناس بتنزل في الشارع والناس مين اللي بتنزل ايوة فيه معاناة وايوة الشعب عنده مشاكله لكن كل مرحلة لها مشاكل وكل حقبة من الزمن كان فيها عصر معين كان فيها مشاكل وكان فيها مشكلات وهي دي مصر احنا رغم المشكلات ان احنا بنقف على رجلينا ونتحدى هذه المشكلات فالقلة الضعيفة اللي بتقف في الميدان وبعدين يعني معلش لشغلينا بقى احنا معارفينه علشان ينزل يصور 3040 واحد ويعمل كلوز اوب في الكادر بتاعه ويحاسسك ان الدنيا زحمة يعني ده يستغل مثلا جابهيري نادي الاهل والزوال كان بيرح في المادش وكان بيقول دي دعوة لمليونية وما شبه زالي مثلا الناس هم خارجين من الاستادي يصور لك ويعمل لك ويعمل زوم ان ويقرب على الكادر يقول لك الزحمة والشارع طب خلي كلها لزوم ان ده ويستمر عدة دقايق معندوش معندوش مادة يتكلم فيها فيحنا يعني ياجب ان احنا يعني لا نتأثر بهذه الحاجات لكن نحطها في الاعتبار علشان نقدر نتصدى لها كان فيه حد مش قدر اقول اسمه لان هو اقل من احنا نذكر اسمه كان بيتحدث بشكل غير لايق على السابط الرئيس وبتكلم بشكل غير مقبول عن مصر اللي هي اكبر من اي حد وهو الهارب محمد علي حبيبي يعني من فضلة القلب يتكلم اللسان ده معناه ان يعني اذا كنت انا يعني اتجرى على الشتيمة يعني من ابسط قواعد التربية اللي تعلمناها في مصر الجميلة بتاعتنا نحن نحترم الكبير يعني انت عايز تعترض وعايز تتكلم وعايز تقول لرأيك قول رأيك لكن باحترام قول رأيك لكن بشياكة قول رأيك لكن بشكل متحضر لكن هذا الاسلوب البزيء صدقني صدقني ان انا يعني عشرات الكلبات اللي شفتها على هذا الشخص اللي حضرتك تقصده دوت انا ما تفرجتش على دقيقة لاني واضح واضح هذا المستوى يعني المتدني جدا من الاداء والمبتزل يعني وبعدين الموضوع خد اكتر من اللازم كل القنوات المرد بتكلم على هذا الانسان الضايع اللي بتكلم بشكل سلبي هل احنا ثقافتنا وهل احنا تعلمنا وهل تربيتنا المصرية تخلينا نطلع نشتم رئيس الجمهورية ليه رئيس الجمهورية عمل لنا ايه رئيس الجمهورية محتمل حرب داخلية وحرب خارجية ودي عمرها ما حصلت على رؤساء الدول اللي جمع على مصر كلهم يعني الوحيد السيسي اللي بيلاقي حرب جوه وحرب برا يعني لازم احنا نقف معاه ولازم يعني نسنده ولازم نبين له قد ايه ايجابيتنا واحنا معاه يعني ما علينا من هذه الاشخاص اللي بتسعى الى الشهرة كل دي ناس بتسعى الى الشهرة وواضح واضح في كل كلامه خلاننا نتكلم على الملفات اللي من وجهة نصر حالك ممكن تكون يتغيرت سواء للاحصن او لسه في مرحلة التعافية انت شايف ايه ممكن يكون يتغير في مصر الحقيقة كل يعني مش عايز اقول كل عشان ابقى يعني دقيق شوية يعني اغلب المجالات يعني السياسة الجديدة سياسة الرئيس السيسي بتلمس كل هذه الاتجاهات في الاتجاهات في الازراعية في الانتاج الحيواني في الميديا في الطب في الاسكان في الصناعة في كل حاجة كل حاجة يعني انا لسه قاري تقرير بيقول حوالي اكتر من 11 مليون اا امين اكتر من من 11 الف مشروع من 11 الف مشروع يعني احنا مشوفناش 11 الف مشروع دي في 40 سنة في ال40 سنة اللي فاتت بغض النظر بغض النظر عن اسماء اللي كانت مسؤولة لكن انا بتكلم على ان هذه النهضة احنا النهاردة يعني لما تكون فيه سروة حيوانية ممتازة لما يكون فيه رقعة زراعية رائعة امتدت امتداد انا مش عارف الارقام عشان مش عايز اقول ارقام غير يعني غير مظبوطة او غير دقيقة فعلشان كده بقولك الرقعة الزراعية الكهرباء الكهرباء انا اخر مرة كنت في مصر الكهرباء كانت بتقطع وتكيفات عطلانة والنور بينطفي يعني هذه المشكلة البسيطة انتهت انتهت ومشكلات كتيرة جدا من اهم المشكلات اللي فيها واضح فيها التنمية دلوقتي مشكلة التعليم ومشكلة الصحة واضح ان فيها touch واضح ان فيها لمسة يعني رائعة النهاردة لما اشوف التعليم على الرغم ان احنا يعني معلش بكل تحافظ لسه زي ما بحضرتك بتقول ان فيه حاجات لسه فيها يعني نسعى الى التنمية اكتر فيها التعليم كده لكن النهاردة لما اشوف التكنولوجيا الرائعة اللي دخلت فيه التعليم وكل التفل النهاردة الوزارة بتسعى ان يبقى عنده ايباد او عنده اتصال الكتروني عن طريق شبكة الكترونية معينة ده يعني ده ممتاز ممتاز ايوة احنا محتاجين مدارس اكتر ايوة محتاجين تعديل في المناهج لكن ده بداية والمشوار اللي بقال في خطوة بيبدأ بخطوة واحدة نفس الكلام في الصحة مين يصدق ان مشروع الميت مليون صحة ده ده يعني حاجة حاجة رائعة يعني افكار يعني عارف حضرتك لما احنا نقول ايه مثلا احنا عايزين نخترع ازاي الناس اخترعت الطيارة فكرة صغيرة وبسيطة لكنها تحققت نفس الكلام فكرة بسيطة ازاي انا اغطي ميت مليون شخص في محاربة الكابدي الوباء الكابدي او الفيروس سي ده طيب يعني كانت فكرة بسيطة لكنها تحققت وحققت نجاحات رائعة للناس كلها اتمنى ان ده يستمروا اتمنى ان احنا ان شعبنا يحس بالمجهود اللي بيعملوا يعني الرئيس انا احنا احنا مش بصدد ان احنا نقول اه الرئيس هو عمق لا اه هي دي الحقيقة هي دي الحقيقة هو بيشتغل وبيشتغل ليه النهار واتمنى ان كل الكرول اللي حواليه اللي معاه يساعدوه واحنا بنوقف معاه احنا بنوقف جنبه سواء كلنا مهاجرين او في مصر احنا معاه ونتمنى يعني نشوف مصر احسن واحسن وتحيا مصر خلينا اقول لحضرتك علاقة مصر ما بين الدول وخلينا نتكلم بشكل دقيق عن قارة افريقيا حالقا قارة افريقيا وبالتحديد هنقول تصالح مع بعض الدول وعايز اقول كمان ان رئيسة سيد رئيس عبو طاح السيسي الاتحاد الافريقي وتطور والتنمية انا بتكلم عن القارة البكر اللي كانت مهملة وعدم التماسك والترابط والعلاقات الخارجية بين مصر وباقي الدول العربية الحقيقة يعني برضو ده من ضمن الحاجات اللي فيها تنمية وفيها بداية يعني انا يعني يعني اخر حاجة كان الرئيس في السودان وبيجول في كل الدول افريقيا علشان يعمل حضرتك ده نوع من التصالح ونهوض يعني انا لما انهض بأفريقيا نهاردة ما انا بنهض بمصر بجزء كبير جدا فالحقيقة يعني يعني كل المجالات فيها تقدم غير عادي حقيقي يعني في الاخر عاوز كلمة للسيد الرئيس تحب تقول له ايه اقول له حاجات كتير اقول له يعني احنا بنشكرك جدا احنا بنحس ان انت يعني نعمة من ربنا ادهلنا علشان ننهض بمصر تاني عايزين نقول له احنا في المهجر هنا معاك وشعب مصر كله معاك ونتمنى انك انت يعني تشعر بنا احنا حسين بيك وحسين بتعبك وحسين بمجهودك ومنقولك ربنا يباركك وربنا يبارك في حياتك ويعطيلك على قد ما انت بتتعب من اجل مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة